أبناءها الإبن ترك أمه وأباه الأسر ذهب بعضها وجلس البعض الآخر هكذا ضح الموحدون من أجل ربهم عز وجل كان من أوائل الذين هاجروا ربما قبل البيعة الثانية أسرة أبي سلمة أبو سلمة مع زوجته أم سلمة وابنيهما أرادت هذه الأسرة أن تهاجر لله عز وجل أن تهاجر في سبيل الله جل وعلا لكن أسرة أم سلمة ما تركوها تذهب مع زوجها فمسكوها وحبسوها فأراد أبو سلمة أن يهاجر لوحده وهاجر لوحده أما الإبن فقد جلس مع أمه فجاءت أسرة أبي سلمة تريد أخذ ولدها وأصرت أسرة أم سلمة أن تمسك الولد عندها فتنازع الطرفان وحصل بينهما عراك أوذي الطفل بسببه هكذا تشتتت أسرة بأكملها فظل الإبن عند أسرة الأب وهاجر الأب إلى المدينة وظلت الأم عند أهلها فتفرقت أسرة بأكملها كل هذا لأجل من؟ لأجل الله ولأجل رسول الله حتى كانت أم سلمة تجلس كل يوم على صعيد فتجلس تبكي تذكر زوجها وابنها حتى غروب الشمس ظلت سنة على هذه الحال حتى أذن لها فسارت لوحدها إلى المدينة فرآها عثمان بن طلحة فرافقها إلى مسجد رسول الله في المدينة هكذا كانت وفود المهاجرين تخرج من مكة إلى المدينة سرا جماعات ووحدانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هدفهم الله جل وعلا فقط لا يريدون شيئا من الدنيا تركوا أموالهم تركوا أولادهم تركوا أهليهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أغلب الناس خرج سرا إلا عمر بن الخطاب فقد قال لقريش قال أريد أن أهاجر إلى المدينة لأجل الله ولرسول الله فمن أراد أن تذكله أمه فليأتني عند هذا الوادي هكذا خرج عمر عزيزا كريما أما المؤمنون خرجوا سرا يريدون وجه الله ويريدون الدار الآخرة بدأت وفود المؤمنين تهاجر من مكة ولم يبق في مكة إلا القليل القليل هكذا أذن الرب عز وجل أن يتحول المؤمنون من بلد إلى بلد أخرى اشتركوا في القناة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت أبي بكر وقت الظهيرة وجلس عنده في وقت لم يعتد أن يأتيه فيه فقد كان النبي يأتيه غالباً أول النهار أو آخر النهار أما وقت الظهيرة فالأمر مستغرب حتى قال أبو بكر رضي الله عنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت إلا لأمر جلل إلا لحدث عظيم وفي هذه الأيام كان أغلب الصحابة رضي الله عنهم قد هاجروا إلى المدينة ومضى على بيعة العقبة الكبرى أكثر من شهرين فجاء النبي إلى أبي بكر وكان عنده في البيت ابنتاه عائشة صغيرة صبية وأختها أسماء جالسة عندها فنظر النبي وقال أخرج من عندك يا أبا بكر لأن الأمر سر لأن الحدث عظيم لأن الذي سأقوله لك هذا الأمر بيني وبينك فقط فنظر أبو بكر إلى ابنتيه وقال يا رسول الله إنما هم ابنتاي يعني ليس بالأمر الخطير أن نتكلم أمامهما فالسر عندهما سر فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج والهجرة الآن جاءت ساعة الصفر الآن سنبدأ أعظم رحلة في تاريخ هذه الأمة أبو بكر الآن يهتم لأمر آخر ما هو الأمر الآخر الذي يهتم له أبو بكر؟ قال الصحبة يا رسول الله أي أتأذن لي أن أصحبك في الهجرة يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبا بكر الصحبة يا أبا بكر فانفجر أبو بكر يبكي فقول عائشة ما كنت أظن أن أحدا من الناس يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت والدي يبكي في ذلك اليوم جلس أبو بكر في بيته يبكي فرحا يبكي سرورا أنه سيهاجر مع رسوله مع حبيبه مع خليله في أعظم وأخطر رحلة بالتاريخ وكان قد استعد لهذه الرحلة قال يا رسول الله قد جحست لهذا الأمر راحلتين اختر أيهما شئت وقد جحز أبو بكر دليلا للهجرة هو عبد الله ابن أريقب فلما أخبر النبي أبا بكر بهذا الخبر خرج من عنده أصاب قريشا الهم والقلق لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا زوجاتهم وأولادهم وأهليهم وغادروا مكة حتما سيؤثر هذا على سمعة مكة وسمعة قريش بين القبائل فقررت قريش أن تجتمع في دار سمتها دار الندوة أن يأتي من كل قوم سيدهم شريفهم فاجتمعون ليقرروا مصير محمد وأصحابه وماذا يفعلون في هذه المصيبة التي حلت بهم اجتمع السادة والأشراف فدخل بينهم رجل كبير بالسن شيخ كبير لم يعرفوه قالوا من أنت؟ قال أنا شيخ من نجد قالوا ما الذي جاء بك؟ قال سمعت باجتماعكم فجئت أسديكم رأيا ونصيحة تستمعون إليها فأدخلوه بينهم ولم يعرفوا أن هذا الرجل ليس برجل إنه إبليس بنفسه تصور بصورة شيخ كبير ليحضر أخطر اجتماع في تاريخ قريش أخطر اجتماع يقرر به مصيرهم ماذا نفعل أيها الناس؟ ماذا نصنع بمحمد؟ قال أحدهم يقال له أبو الأسود قال أنا أرى أن ننفيه من بلدنا أن نخرجه أن نطرده ونرتاح منه فقال إبليس بصورة الرجل الكبير والله ذاك ليس بالرأي تعرفون حسن كلامه ومنطقه إن ذهب إلى قبيلة من العرب تجمع الناس عليه ثم قاتلوكم معه قالوا إذا ما رأيكم أيها الناس؟ يتشاورون قال أبو البختري قال أنا عندي رأي آخر قالوا ما رأيك؟ قال رأيي أن نثبته أن نحبسه ونقيده في حديد في مكان نعزله عن الناس فقال إبليس بصورة الرجل الكبير ذاك أيضا ليس بالرأي والله قالوا ولما؟ قال إن فعلتم هذا وصلهم كلامه من وراء الباب وسوف يجمع الناس ويهب عليكم واثبت رجل واحد ليخرجوه ليس ذلك بالرأي هنا نطق وتكلم فرعون هذه الأمة أبو جهل وقال للناس ليس رأيكم بالرأي إنما الرأي عندي قالوا ما رأيك؟ قال نأتي بكل قوم أفضلهم قوة وجلدا ونسبا فنعطيه لهذا الشاب سيفا صارما فيجتمع أولئك الشباب من كل قوم شابا جليدا قويا نسيبا صارما سيفا بيده فيجتمع على محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل هنا تكلم إبليس وقال إن هذا هو الرأي وهذه هي الحكمة أن يتفرق دمه في القبائل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك الرب فضحهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اشتركوا في القناة هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها لما علم المسلمون بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة متوجها إلى المدينة فرحوا أي فرح فرحوه فكانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح عند مشارف المدينة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الجو حارا فإذا ذهب الظل واستوت الشمس رجعوا إلى بيوتهم كانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الصبح رجالهم نساؤهم صبيانهم ينتظرون حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة الرابعة عشر من النبوة إذا بالصحابة يرجعون إلى بيوتهم لما استوت الشمس إلا أن هناك يهودي كان على أطم من الآطام فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون فهب الناس من بيوتهم فرحين مكبرين مهللين بقدوم حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم خرج الناس رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ينتظرون قدوم النبي يرونه من بعيد ها هو مع أبي بكر الصديق أكثر أهل المدينة لم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفون أين الرسول هل هذا أم الرجل الآخر فإذا بأبي بكر يظلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردائه من الشمس فلما رأى الناس هذا المنظر علموا من رسول الله ومن أبو بكر الصديق خرجوا من بيوتهم يترقبون إنها لحظات عظيمة بالنسبة لهم ينتظرون حبيبهم ها هم الآن يرونه التفوا حوله مكبرين مرحبين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بهم يحيطون به والرب عز وجل ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وهكذا نزل النبي في يوم الاثنين في قباء في بني عمر ابن عوف وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان لبضعة أيام وفرح واستبشر أهل المدينة جميعا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يطيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه إلى المدينة وكانت تسمى يثرب فلما دخلها النبي سميت مدينة رسول الله ثم عرفت المدينة دخل النبي وهو على ناقته كل الأنصار يتمنون أن ينزل عندهم رسول الله فكانوا يأخذون بخطام الناقة ويقولون هلما يا رسول الله إلى العدد والعدة والسلاح وهو يقول اتركوها اتركوها فإنها مأمورة هذه الناقة أمرها الرب عز وجل أين تنزل فبركت في مكان ثم قامت وسارت تلتفت يمنة ويسرح ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي بيوت أهلنا أقرب منها وكانت نزلت عند بيوت بن النجار أخواله صلى الله عليه وسلم فقال أبو أيوب للأنصار يا رسول الله هذا بابي أن أقرب البيوت إليها أن أقرب البيوت إليها من شدة فرحه فقال النبي لأبي أيوب انطلق فهيئ لنا مقيلا هيئ لنا مكانا ننام فيه يا الله كم كان أبو أيوب فرحا بدخول النبي إلى بيته كم كان سعيدا أنه اختار بيته وفي هذا المكان الذي بركت فيه الناقة قرر النبي أن يبني مسجدا دخل النبي إلى المدينة وبعد أيام وصلت زوجته سودة بنت زمع رضي الله عنها ثم قدمت إلى المدينة بناته أم كلثوم وفاطمة أما زينب فقد حبسها أبو العاص وقدم أبناء أبي بكر الصديق إلى المدينة شيئا فشيئا قدم الناس من مكة مهاجرين تكامل المهاجرون لكن أصابهم مرض في المدينة وكانت المدينة فيها وباء إذا دخلها أي غريب عنها أصابه هذا المرض فأصيب به أبو بكر الصديق حتى جلس يقول شعرا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله أما بلال فلما أصيب بمرض المدينة أخذ يتذكر مكة وما كان فيها حتى قال النبي اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة اللهم بارك في صاعها اللهم بارك في ثمرها اللهم بارك في مدها ثم قال اللهم انقل وباءها إلى الجحفة أي أخرج أمراض المدينة إلى أرض أخرى فرأى النبي في المنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة فزعة إلى أرض الجحفة ففسرها للصحابة أن الله أمر أن يخرج وباء المدينة إلى تلك الأرض فعوفي الصحابة بعد هذا ترجمة نانسي قنقر أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بناء المسجد وشجع الصحابة عليه فقاموا بكل همة ونشاط وحماس يبنون بيتا من بيوت الله جل وعلا والنبي معهم بل النبي كان أولهم يبني المسجد معهم فلما رآه الأنصار والمهاجرون قال قائلهم لئن قعدنا والنبي يعملوا لذاك منا العمل المضلل وقاموا يرجزون لئن قعدنا والنبي يعملوا لذاك منا العمل المضلل فلما رآهم النبي يقولون هذا وهو يبني معهم قال معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فلما سمع المهاجرون والأنصار النبي يدعو لهم قاموا يقولون مثله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وهم يبنون المسجد بكل همة وحماس بل كم كانوا يحبون هذا العمل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأمة تبنى بداية من هذا المسجد والدعوة تنطلق من هذا المسجد وألفة المسلمين موطنها هذا المسجد كان عمار بن ياسر يحمل حملا ثقيلا ويحمل حملا ثقيلا فقال الرسول الله قال يا رسول الله قتلوني بالحمل قتلوني بما يحملوني فنظر النبي إلى عمار قال ويح عمار لا تقتله هذه الفئة لا يقتلونك أولئك يا عمار بل تقتلك الفئة الباغية وكانت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم يبنى مسجد رسول الله من خير من هؤلاء البشر الذين يبنون هذا المكان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى الآن لم يبنى حتى مسكنه صلى الله عليه وسلم وكان قد نزل عند أبي أيوب للأنصاري أما أبو أيوب من أخلاقه مع رسول الله كانت عنده غرفتان أحدهما فوق الأخرى فقال يا رسول الله كن في العلوي وأكون وزوجتي في السفل لا أكون فوقك يا رسول الله قال بل أرفق بنا وأرحم بنا يا أبا أيوب أن نكون في السفل حتى يخشان الناس ونجلس مع الناس فرضي أبو أيوب أن يكون النبي تحته وهو أعلاه يقول أبو أيوب للأنصاري في يوم من الأيام إن كسر حب لنا قربة لنا فسكب الماء فخفنا أن ينزل على رسول الله ولم يكن عندنا إلا لحاف نتغطى به فأسرعنا باللحاف ننشف الماء حتى لا يتقاطل على رسول الله وكنا إذا أوصلنا العشاء له أرجعنا العشاء فنتلمس مواطن يده فنأكل منها نلتمس بركة رسول الله وهكذا بني المسجد وبني بيت لرسول الله ينزل فيه فخرج من بيت أبي أيوب للأنصاري وسكن في بيت بالقرب بل ملاصقا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى تجارتهم بالشام وبدأ يرسل السرايا سرية بعد أخرى في السنة الأولى من الهجرة أرسل سرية فيها حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله إلى قافلة عليها أبو جهل لكن لم يحصل بينهما قتال وكذلك أرسل سرية بقيادة عبيدة ابن الحارث وفي رجب في نهاية الشهر أرسل إلى منطقة تسمى نخلح سرية عليها عبيد الله بن جحش فلما أرسل هذه السرية وكان آخر يوم في يوم رجب اختلف الصحابة هل نقاتلهم أو لا نقاتلهم لأن اليوم آخر يوم في رجب ورجب شهر حرام لا يجوز القتال فيه قال بعضهم ربما انتهى الشهر ودخل ما يليح وقال الآخرون وربما أكمل الشهر ثلاثين يوما فاختلفوا قالوا ان تركناهم اليوم هربوا منا ودخلوا للحرم وان قاتلناهم أصبناهم فاستقر الرأي عندهم أن يبدأ القتال وفعلا حصل قتال وقتل أحد المشركين وأسر اثنان فسمع المشركون بهذا فنشروا في جزيرة العرب أن محمدا لا يراعي الأشهر الحرم وأنه لا يقدسها وأنه لا يحرم القتال فيها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نعم نحن نقركم أننا لا نقاتل في هذه الأشهر الحرم لكن ما تفعلونه حلال من صد عن سبيل الله من إخراج الناس من بيت الله من منعهم عن الطواف بالحرم هل هذا حلال؟ إذا كان القتال حراما فكيف بالكفر بالله وإلزام الناس بالكفر بالله عز وجل وكفر به وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به أليس هذا أعظم من القتال في ذلك الشهر؟ والفتنة أكبر من القتل أي فتنة الناس عن دينهم أكبر من قتلهم ثم أرجع النبي الأسيرين وأعطى دية المقتول وبدأت السرايا سرية بعد أخرى وأنزل الرب عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بدأت آيات القتال تتنزل شيئا فشيئا أما المنافقون الذين اندسوا بين الصفوف الذين أظهروا إيمانهم في بادئ الأمر ما كانوا يظنون أن الأمر فيه قتال وفيه دماء وفيه سيوف وفيها فتن ما كانوا يظنون الأمر هكذا ظنوا الإسلام فقط صلاة وصيام وبعض العبادات الظاهرية فلهذا دخلوا في الإسلام ظاهريا لكن لما نزل القتال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وكأن الموت نزل بهم لما سمعوا آيات القتال وبدأت السرايا وسمعت العرب بهذا وعرف الناس أن هناك قوة جديدة بدأت في جزيرة العرب قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانت طوال تلك الفترة إلى بيت المقدس ومع هذا كان النبي ينظر إلى السماء كان يحب أن تتغير القبلة إلى بيت أبيه إبراهيم الذي بناه منذ آلاف السنين لكن الإذن من ربه إلى الآن ما أتى حتى جاء شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فأنزل الرب عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التحول من بيت المقدس إلى تلك الكعبة التي شرفها الرب عز وجل حتى أن الصحابة كانوا يصلون صلاة فجاءهم المنادي يقول لهم إن رسول الله أمرنا أن نحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فلم يتردد الصحابة أبدا بل وهم في الصلاة حولوا قبلتهم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تكلم هنا بعض المنافقين واليهود أخذوا يثيرون الشكوك حول الإسلام والمسلمين يقولون كيف هذا سنوات يصل إلى بيت المقدس ثم الآن يحول القبلة إلى الكعبة هذا لعب في الدين إن كانت القبلة الأولى على حق فالآن هو على باطل وإن كان الآن على حق فهو قديم من كان على باطل أخذوا يثيرون الشكوك بين الناس والرب عز وجل سماهم سفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والرد على أولئك أن القبلة الأولى لله والقبلة الثانية أيضا لله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا التحول كان اختبارا كانت فتنة لأهل الإيمان ليعلم الرب عز وجل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة وإن كانت لكبيرة إلا إلا على الذين هدى الله بعض الصحابة جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله لنا إخوان كانوا يصلون إلى بيت المقدس ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة ما حكمهم وما حكم صلاتهم سمى الرب عز وجل الصلاة هنا إيماناً وأخبرهم أنه لن يضيع هذه الصلاة سواء صلوها على القبلة الأولى قبل النسخ أو على القبلة الثانية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فترة من فترات التشريع في هذا الدين في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة المترجم للقبلة الثانية للغاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك قافلة تجارية خرجت من مكة إلى الشام وعلم أنها ستعود مرة أخرى قافلة كبيرة فيها ألف بعير محملة بأقتابها وأحلاسها وأموالها وعليها أبو سفيان بن حرب فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بهذا وقال لهم خرجوا إلى هذه العير إلى هذه القافلة فإن فيها أموال قريش أموالهم التي سلبت منهم قال لعل الله أن ينفلكمها لعلكم تحصلوا على هذه الأموال فقد سلبت قريش منكم أموالكم فخرج الصحابة ببعض سلاحهم لم يكونوا يتوقعون قتالا فالقافلة جارية أصلا فلم يخرج منهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر نفرا والأكثرون جلسوا ولم يكن فيهم إلا فارسان الزبير بن العوام والمقداد بن أسود وبعضهم جلس لأن النفير لم يكن عاما خرج الجيش من المدينة جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللواء لمصعب بن عمير وقسمهم إلى فرقتين المهاجرون والأنصار أما المهاجرون فعليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما الأنصار فعليهم سعد بن معاذ علم بالخبر من؟ أبو سفيان فأرسل رسولا مسرعا إلى مكة يحذرهم أن الأموال ستسلب ولم يكن رسول الله ولا أصحابه يتوقعون هذا فجاءهم الرسول اسمه ضنضم الغفاري أسرع إلى مكة فشق قميصه وصرخ بالناس يا معشر قريش يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة فتجمع الناس ما الخبر قال أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث فثار الناس في مكة كل منهم يتجهز للقتال ويقولون أيظن محمد وأصحابه أنها ستكون كعير بن الحضرمي أيظن أننا بهذه السهولة تسلب أموالنا والله ليعلمن محمد وأصحابه من القوم وتجهزت مكة كلها بسلاحها ورجالها وقادتها وفرسانها ألف وثلاثمائة رجل كل أشراف قريش خرجوا تخلف من؟ أبو لهب تعذر بعذر وأرسل مكانه رجلا أراد أمية بن خلف أن يتخلف فجلس فجاءه عقبة بن أبي معيد صاحبه فقال يا أمية استجمر يعني تطيب وتزين فإنما أنت من النساء قال ولم تقول هذا؟ قال لا يتخلف عن القتال إلا النساء قال قبحك الله وقبح ما جئت به فقام أمية وجهز نفسه لم يبق من السادة والأشراف أحد جاءهم إبليس بنفسه بصورة سراقح ابن مالك فقال لهم أيها الناس إنكم اليوم غالبون وأنا جار لكم من كنانة كنانة لن تقترب منكم خرجوا لقتال محمد وأصحابه فإنكم اليوم منتصرون أخذ يحرضهم ويشجعهم وينفخ فيهم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وإذا بالناس يتشجعون وإذا بهم يتجهزون أبو سفيان وهو يعود بالقافلة كان حذرا متوجسا أرسل بعض المستكشفين في الطرق فإذا به يعلم أن الطريق الرئيسي قطعه محمد وأصحابه أبو سفيان ماذا فعل؟ اتخذ طريقا آخر طريق الساحل ليفر بالعير وبالقافلة ألف بعير لا يحرسها إلا أربعون رجلا لا يستطيعون أن يقفوا أمام محمد وأصحابه فلتت العير فأرسل رسولا إلى مكة يخبرهم أننا فلتنا وأن محمدا لم يدركنا جاء الخبر إلى من؟ إلى كفار قريش وقد جهزوا ألف وثلاثمائة مقاتل بسلاحهم وعتادهم فلما وصل الخبر إلى قريش أرادت العودة والرجوع فنفخ فيهم إبليس وشجعهم مرة أخرى تقدموا وقاتلوا فإنكم اليوم غالبون هذه فرصتكم فقام فيهم أبو جهل خطيبا قال والله لا نرجع أبدا بل نسير إلى بدر فنمكث فيها ثلاثة أيام ننحر الجزور نطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف القيام وتسمع بنا العرب وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا وَمِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ أهم شيء عندهم السمعة بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وهكذا خرجت قريش فإذا بالأخنس ابن شريق زعيم بني زهرة ينسحب وانسحب معه ثلاثمائة رجل فبقي ألف مقاتل يتوجهون إلى بدر جيش المسلمين يتحرك كان يتمنى ويريد أن يدرك عير أبي سفيان لكنه علم أن العير فلتت وإنه لابد من المواجهة مع جيش أبي جهل والقتال ولم يكن جيش المسلمين مستعداً لهذا جمع النبي أصحابه وأهل الرأي فيهم قال أشير علي أيها القوم ماذا أفعل ماذا نصنع رجعنا إلى المدينة هاجمونا فيها وإن واجهناهم لم نكن مستعدين لهذا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أيها القوم أشروا علي ماذا أصنع وماذا أفعل قام أبو بكر فأحسن الكلام فأثنى النبي عليه ثم قام عمر رضي الله عنه فأحسن الكلام فأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ثم قام المقداد بن عمر فأحسن الكلام وقال يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون والله لو سرت بنا حتى برك الغماد لسرنا معك نقاتل دونك يا رسول الله فسر النبي بهذا لكنه قال أيضا أشيروا علي أيها القوم يريد من يريد الأنصار الثلاثة من المهاجرين وهو يريد رأي الأنصار فالأنصار بايعوا النبي على القتال في المدينة لم يبايعوه على القتال خارج المدينة أشيروا علي أيها القوم ففهم لهذا سعد بن معاذ قال كأنك تريدون يا رسول الله قال أجل أريدكم أنتم قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وبايعناك يا رسول الله بايعناك أي بايعناك على القتال وبايعناك على الإيمان ولك منا السمع والطاعة فوالله يا رسول الله لو استعرفت بنا هذا البحر فخدته لخضناه معك ما تخلف ما تخلف منا رجل واحد سعد بن معاذ تكلم عن نفسه وعن الأنصار جميعا يقول والله ما تخلف منا رجل واحد وإنا لا نكره أن نلقى العدو غدا وإنا لا صبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا خيرا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال سيروا سيروا وأبشروا فإن الله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أرى مصارع القوم لكأني أرى مصارع القوم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كان يتمنون عرى بسفيان وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحط الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وهكذا سار جيش المسلمين ترجمة نانسي قنقر وتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش المسلمين باتجاه بدر ونزل قريبا من بدر وعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه ثم ذهب مع صاحبه أبي بكر يستكشفان المكان ويستطلعان الأمر فوجد النبي شيخا كبيرا من العرب فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله سؤالا قال أيها الرجل أخبرنا عن قريش وجيش قريش وأخبرنا عن محمد وأصحابه فقال الرجل فقال الرجل وممن أنتما قال لن نخبرك حتى تخبرنا وسأل النبي عن نفسه وعن أصحابه حتى يعمي عليه فالحرب خدعه فسأل الرجل وممن أنتما قال لن نخبرك حتى تخبرنا قال أهذاك بذاك قال نعم ذاك بذاك فقال الرجل العربي وكان عالما خبيرا بالمسير وبالسفر وبالطرق وبمشي الناس قال أخبرت أن قريشا خرجت في يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن بمكان كذا أخبر النبي بمكان قريش قال وأخبرت أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن في مكان كذا وكذا فأخبر النبي بمكانه وأخبره عن مكان قريش ثم سأله أي الرجل العربي الشيخ العربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أنتما فقال النبي نحن من ماء نحن من ماء ثم غادر النبي والرجل يسأل وأي ماء هذا أهو ماء العراق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد الماء الذي خلق الإنسان منه فكل إنسان جاء من ماء فأخبره بهذا ليعمي عليه من هو ومن صاحبه رجع النبي إلى معسكره وإلى جيشه ثم لما أمس المساء أرسل ثلاثة يستطلعون الأمر علي بن أبي طالب الزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص أرسل النبي أولئك الثلاثة يستخبرون الأمر ويستكشفون المكان فوصلوا إلى بئر في بدر فوجدوا غلامين يستسقيان من البئر يجلبون ماء من البئر فمسكوهما وألقوا عليهم القبض اثنان غلامان فسئل من أنتما قالوا نحن نسقي لقريش فجاءوا بهما إلى من إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فوجدوا النبي يصلي فمسك الغلامين قالوا لمن تسقيان قال نسقي لقريش فضربوهما قال نسقي لقريش فضربوهما وكأن الصحابة لم يكن يريدان هذا الجواب كان يريدون أن يقول الغلامان نحن نسقي لأبي سفيان أراد الصحابة ولا زال في قلوبهم أن يحصلوا على جيش وعير أبي سفيان فضربوهما حتى قال الغلامان قال نحن لأبي سفيان فتركهما الصحابة فلما قضى النبي صلاته قال لما صدقاكم ضربتموهم ولما كذباكم تركتموهم هما لقريش ثم جاء النبي يسأل الغلامين قال أين القوم قال الغلامان هم وراء هذا الكثيب في العدوة القصوى قال وكم القوم قال كثير قال كم عدتهم قالوا لا ندري الغلامان لا يدريان قال النبي لهما كم ينحران قالوا يوم ينحرون تسعة من الإبل ويوم ينحرون عشرة فقال النبي لأصحابه هم بين التسعمائة والألف عرف النبي عدتهم ثم قال لهما من فيهما من الأشراف فقال الغلامان عتبة وشيبة بن ربيعة أبو البختري أمية بن خلف حكيم بن حزام فلان وفلان فقال النبي أيها الناس إن مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر مع أصحابه وعسكروا عند بئر من الآبار فقام إليه الحباب ثم نبني حوضاً ونملأه ماءاً فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون فابتسم النبي وقال نعم الرأي الرأي رأيك وأخذ النبي برأيه لأن وأمرهم شورى بينهم ثم جاء إليه سعد بن معاذ قال يا رسول الله قال يا رسول الله نبني لك عريشاً مقراً تجلس فيه ليخطط للمعركة وينظم للمعركة مقراً للقيادة فاستحسن النبي الرأي فبنوا له مقراً بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يجلس فيه يخطط للمعركة ثم جاءت فتية شبيبة من الأنصار يتطوعون لحراسة النبي يلتفون حوله وحول مقر قيادته يحرسونه فهو قائد المعركة وهو إمام هذه الأمة ثم بعد أن نظم الجيش وأعطى كل واحد منهم مقره مكانه الميمنة الميسرة المقدمة المؤخرة وأعطى كل واحد وظيفته أخذ يرفع المعنويات وقال هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله يبين مصارع القوم وارتفعت المعنويات وفي المقادل كفار قريش قد عسكروا قريباً منهم في بدر وحاولوا الوصول إلى البئر ليشربوا فلم يستطيعوا وكلما اقترب واحد منهم قتل وكلما أراد رجل منهم أن يشرب الصرع إلا حكيم ابن حزام لأن الله سيقدر له أنه سيسلم وبات الجيش جيش مكة خائفون وجلون مع أنهم أكثر عدداً وأكثر عتاداً وعدةً وقد جهزوا أنفسهم للقتال أرسلوا رجلاً منهم اسمه عمير ابن وهب يستطلع جيش المسلمين فرجع قالوا ماذا رأيت قالهم ثلاثمئة يزيدون أو يقلون يعني بين هذا العدد ثم قال يا معشر قريش والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت أي الموت معهم والله لن يموت أحد منهم إلا ويقتل رجلاً منكم انظروا للمعنويات فدب الرعب والخوف في الصفوف فقام حكيم بن حزام يريد أن يسحب الجيش يريد أن يتراجع معنويات في الأرض ونفوس خارط قواها فإذا بحكيم يذهب إلى عتبة قال يا عتبة اقنع الناس وأخبر الناس لنتراجع فقام عتبة في القوم قال على ما تقتلون الناس قال أن يقتل أحد منكم واحداً منهم فلا يزال الرجل ينظر في وجهه طوال حياته قتل ابن عمه أو قتل ابن خاله لم تقتلون دعوا محمداً والعرب سمع أبو جهل بهذا فغضب وقال عن عتبة انتفخ سحره لما رأى محمداً ثم ذهب أبو جهل الخبيث يريد القتال في قلبي حقد على رسول الله فذهب إلى رجل اسمه عامر قتل أخوه قبل هذا قال نظرت إلى ثأرك الآن بعينيك وعتبة يريد أن يضعف الهمم ويخور الجيش فقام عامر إلى الناس وهو يقول وَا عُمَرَاهُ وَا عُمَرَاهُ يصرخ يتذكر ثأر أخيه فثارت مرة أخرى قواهم وإذا بهم يستعدون للقتال حل الليل أي ليلة؟ ليلة السابع عشر من شهر رمضان وكانت ليلة جمعة من السنة الثانية للهجرة جيش المسلمين عسكر جيش الكافرين عسكر ظل النبي قائماً يصلي طوال الليل وأنزل الله على المؤمنين النعاس لتهدى أنفسهم ثم نزل المطر رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إنها ليلة صبيحتها أعظم معركة في تاريخ هذه الأمة هنا ترى الجيشان جيش المسلمين وجيش المشركين في أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر هي معركة بدر لما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء قال اللهم إن قريشاً قد جاءت بخيولائها وفخرها اللهم إن قريشاً جاءت تحادك وتكذب رسولك اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداء ورأى جملاً أحمر عليه عتبة ابن ربيع الذي أشار على قريش أن تنسحب قال إن يطيعوه يرشدوا إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا ثم جاء النبي إلى جيش المسلمين يسوي الصفوف وكان فيهم سواد بن غزية قد تقدم على الجيش فلما جاءه وكان كاشفاً عن بطنه دفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى وجهه قد تغير قال لعلي أوجعتك قال نعم يا رسول الله الآن المعركة ستبدأ الآن الجيش سيقاتل ويقول سواد أوجعتني يا رسول الله قال تريد أن تستقدت أخذ حقك قال نعم يا رسول الله قال أخذ حقك مني قال اكشف لي عن بطنك فكشف النبي عن بطنه والصحابة ينظرون فانكب سواد على بطن النبي قبله ويبكي قال ما صنعك على هذا قال يا رسول الله سوف نقاتل القوم وربما نموت فأردت أن يكون آخر العهد بهذه الدنيا أن تمس بشرة بشرتك أما أبو جهل فلما رأى جيش المسلمين أيضاً دعا ربه الذي يشرك به قال اللهم أقطعنا للرحم وجاءنا بما لا نعرف اللهم أينا كان أحب إليك فانصره اليوم واستجاب الله للدعاء إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي نزل عليكم عذاب الله جل وعلا موسيقى 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 لما عبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش الإسلامي الثلة المؤمنة واقترب الصفان المؤمنون مع الكافرين دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العريش ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله جل وعلا مهما فعلنا مهما تجهزنا فما النصر إلا من عند الله عز وجل أخذ يدعو ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض اللهم عهدك الذي وعدتني اللهم وعدك يا رب أخذ يدعو الله ورداؤه يسقط من على كتفيه وأبو بك وراءه يعيد الرداء مرة أخرى ويرأف لحال النبي ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز ما وعدك فأخذ النبي إغفاءة قليلة ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل إلى أبي بكر ويبتسم وقال يا أبا بكر أبشر أبشر هذا نصر الله قد أتى جبريل قد نزل على الخيل والنقع عن ثناياح ومعه ألف من الملائكة نزلوا من السماء والنبي قد فرح بنصر الله الذي نزل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ثم ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال وينظر إلى أصحابه يقتربون من الكفار قال سيهزم الجمع يبشر أصحابه جمع الكافرين هذا سيهزم ويولون الدبر سيهربون لكن بعد قليل ثم أخذ حصباء من الأرض ثم رمى بها وجوه القوم وقال باسم الله شاهت الوجوه يقول الراوي فما من أحد من المشركين إلا ودخلت الحصباء في عينيه وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لست أنت الذي أوصلت الحصباء إلى عينهم بل إن الله عز وجل هو الذي أوصلها بداية المعركة بداية فتيلها واشتعاله رجل من المشركين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي رجل خبيث سيء الخلق قال أمام الناس قال والله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فأسرع إلى الحوض فاستقبله من؟ أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب فضربه ضربة قطع رجله فسقط عند الحوض وأخذ يحبو يريد أن يبر بقسمه فلما سقط بالحوض بادره حمزة بضربة أخرى صرعه بها فأصاب المشركين حزيمه وإن خفضت معنوياتهم فأخرجوا ثلاثة من كبار قاداتهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة وابن عتبة اسمه الوليد ثلاثة من كبار القوم ومن أحنكهم قتالا خرجوا يريدون المبارزة وهكذا كانت بدايات المعارك يريدون المبارزة مع المؤمنين قالوا من لنا؟ عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة فخرج ثلاثة من شباب الأنصار يريدون أن يضحوا لأجل هذا الدين فسألهم مشركوا قريش من أنتم؟ شباب من الأنصار قالوا أكفاء لكن لا حاجة لنا بكم قالوا وما تريدون؟ قالوا نريد قومنا نريد أهلنا أن يريدون من المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبيد بن الحارث يا حمزة بن عبد المطلب يا علي بن أبي طالب رحضا رجال أبطال قوموا لهم فقام حمزة أمام شيبة وقام عبيدة وكان أكبر القوم أمام عتبة وقام علي أمام الوليد أما حمزة لم يمهل صاحبه شيبة بضع ضربات فأرداه صريعا أما علي كذلك فلم يؤخر صاحبه ضربه ضربة أوقاه على الأرض وصرعه وبقي عبيدة بن الحارث أمام عتبة فضرب هذا هذا وضرب هذا هذا فسقط الإثنان ولم يموت فجاء حمزة وعلي بن أبي طالب فأجهز عليه وقتله فكبر المؤمنون الله أكبر الله أكبر فأنزل الرب عز وجل هاذان خصمان أي فريق من المؤمنين ثلة من المؤمنين عصابة من المؤمنين انتهلك هذه العصابة فلن تعبد يا الله ونصر الله يتنزل من السماء والخصم الآخر من المشركين الذين جاءوا يقاتلون يقودهم إبليس بنفسه هاذان خصمان ما الذي جعلهم يتخاصمون هاذان خصمان اختصموا في ربهم منهم من يؤمنوا به ويوحده أما الخصم الآخر والفريق الآخر فإنه يشرك به ولا يوحده فبدأت المعركة بتلك المبارزة واشتد وحمي الوطيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طارت الرقاب طاشت الدماء قوم يقاتلون في سبيل الله وقوم يقاتلون في سبيل الطارق والشيطان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابهم يشجعهم يحمسهم شعارهم أحد 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 والتكبير يرتفع والنبي يقول لهم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم أحد فيقتلوا صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال رجل من الصحابة اسمه عمير بن الكمام قال بخن بخن قال ما حملك على قولك بخن بخن قال رجاء نكون من أهل الجنة قال فإنك من أهلها وكان يريد أن يأكل سمارات فرماها ودخل المعركة فقاتل حتى قتل في تلك المعركة كانت رؤوس تطير لا يدري أحد من قطعها أيادي تقطع يقول أحد الصحابة وأنا في المعركة جئت إلى أحد المشركين أريد قتله فرأيت رأسه يطير قبل أن أصل إليه رأينا أيادي تقطع ولا أحد عندها والرب عز وجل يقول للملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اقطعوا منهم كل بنان لما؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله جبريل بنفسه نزل الملائكة قاتل أهل الإيمان يقاتلون أهل الكفر وأهل الكفر يتراجعون يتزعزعون خارب قواهم تشتت صفوفهم ضاع لواءهم لا يدري أحد يقاتل من أجل ماذا أما أهل الإيمان قلة قليلة لكنها صابرة محتسبة يموت من أهل الكفر من يموت في تلك اللحظة كان إبليس متنكرا بينهم بصورة سراق ابن مالك كان ينظر إلى هذا الوضع فهاله ما رأى فإبليس يرى الملائكة تتنزل من السماء تقاتل مع أهل الإيمان هنا أخذ يهرب فرآه المشركون قالوا يا سراق بصورة سراق يا سراق أين تذهب ألم تكن جارا لنا قال لا إني أرى ما لا ترون أنا رأيت ملائكة ما رأيت بشرا يقاتلون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله هرب إبليس من المعركة هرب معه من هرب والمسلمون يقتلون ويذخنون فيهم الجراح شعارهم أحد أحد الله أكبر الله أكبر لما ينتصر الإيمان مع قلة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والنبي معهم يقاتل معهم وكان أشجع الناس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات والمشركون يهربون ويتزعزعون قام رأس الكفر أبو جهل يريد أن يشجع أصحابه مرة أخرى فيقول لهم أين تذهبون ماذا تفعلون واللات والعزة لنقتلنهم قتلا ولنشردنهم تشريدا لنقتلن واحدا منهم واحدا والآخر أبو جهل يريد أن يعيد مرة أخرى الهمة في صفوف أصحابه لكنه لم يستطع يقول عبد الرحمن بن عوف يقول كنت في المعركة فإذا بشاب عن يميني غمزني اسمه معاذ قلت ماذا تريد يا بني قال أين أبو جهل يسأل عن رأس الكفر أبي جهل قال أين أبو جهل قال وما شأنك وشأنه ماذا تريد برأس الكفر قال سمعت أنه سبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا يا أموت يا يموت هو شاب صغير يقول عبد الرحمن فعجبت منه فغمزني شاب آخر عن يساري اسمه معوذ قال يا عم نفس السؤال طلب يقول فبحث عن أبي جهل فرأيته يصرخ في الناس فقلت لهما هذا صاحبكما شابان صغيران من الصحابة يقول فانقضى عليه كما ينقض الصقر على فريسته هذا يضربه وهذا يطعنه أبو جهل رأس الكفر فرعون هذه الأمة يسقط على الأرض صريعا فيسرع الشابان إلى رسول الله والصحابة يأسرون ويقتلون وإذا بالمشركين يهربون فجاء الشابان إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله قتلنا أبا جهل قتلنا أبا جهل كل واحد يقول أنا الذي قتلته وصاحبه يقول بل أنا الذي قتلته قال النبي لهما أريني سيفيكما فرأى النبي سيفيهما فقال كلاكما قتله كلاكما قتله ثم لما بدأت المعركة تنفض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حثوا عن أبي جهل حثوا عن أبي جهل فإذا بعبد الله بلمسعود رجل ضعيف البنية والجسد أحد خير أصحاب النبي رأى أبا جهل يلفظ أنفاسه الأخيرة فصعد على صدره برك على صدره ووضع رجله على عنقه فقال أبو جهل لمن الدولة الآن لمن الغلبة الآن قال لله ولرسوله يا عدو الله فقال أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم فإذا بعبد الله يحتز رأسه فيأتي برأسه ويرميه بين يدي النبي فقال النبي لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة قتل اشتركوا في القناة إنها معركة حاسمة واجه الأخ أخاه والابن أباه والأب ابنه وبن العم واجه بني عمهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وجده أبوه في المعركة فقاتله فقتله أبو عبيدة قتل أباه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح واجه أبو بكر ابنه أما عمر بن الخطاب فقد واجه خاله العاص ابن هشام فضربه عمر بن الخطاب ضرب خاله ضربة صرعه بها أما مصعب بن عمير فقد أسر أخاه أحد الأنصار فقال الأخ يستنجد بأخيه فقال مصعب بن عمير عليك به فإن له أما تفديه قال أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب قال أنت لست بأخي بل الأنصاري أخي من دونك فأنزل الرب في الصحابة وهم يقاتلون لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان لما يواجه الإبن أباه والأخ أخاه والرجل بن عمه في معركة هنا يتبين الإيمان والأخ أخاه والرجل بن عمه في معركة هنا يتبين الإيمان بدأت المعركة تضع أوزارها من المشركين من فر وهرب ومنهم من قاوم وقتل ومنهم من يؤسر ولا زال يؤسر في هذه المعركة وجد عبد الرحمن بن عوف رأسا من رؤوس الكفر من؟ إنه أمية بن خلف مسكه وأسره وأسر ابنه علياً أسر الاثنين وأخذ يمشي بهما ومنهم من المشركين من يقتل ومن المشركين من يهرب رأى بلال ابن رباح أمية بن خلف مأسوراً عند عبد الرحمن بن عوف وكان أمية قد عذب بلالاً قبل الهجرة في مكة فصاح بلال لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا فقال عبد الرحمن بن عوف إنه أسير يا بلال ابتعد عنه قال والله لا نجوت إن نجا ثم صاحف المسلمين يا معاشر المسلمين إنه رأس الكفر أمية بن خلف فقال عبد الرحمن لأمية ابنه علياً اهرباً لا أغني عنكما شيئاً فهرب أمية وهرب ابنه علياً فجاءه المسلمون وقتلاهما شر قتله قتل المسلمون من قتلوا من المشركين وأسروا من أسروا من المشركين سفكوا الدماء لأنهم حادوا الله ورسوله هذا جزاء من يشارك الله ورسوله القتل وسفكوا الدماء أرادوا محوى بيضة الإسلام لكن الله عز وجل أراد أمراً آخر هنا الآن هزم الجمع وولوا الدبر هنا الآن تبينت حقيقة الكفر وأهله هنا أول معركة فاصلة في الإسلام هنا تبين الإيمان وظهر في قلوب أهل الإيمان بعد أن انقضت المعركة ووضعت أوزارها فر من فر وأسر من أسر سبعون من المشركين قتلوا ومثلهم سبعون أسروا وجرح من جرح منهم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من قتل من المشركين فأمر بهم ليسحبوا إلى القليب إلى أي قليب إلى قليب بدر تقصد الجفث العفنة تقهذ الجثث أنتنة فترمى في ذلك القليب جثة بعد أخرى أين المشركون أين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنوات طوال الآن يرمون في هذا القليب فلما رموا في القليب كلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبا جهل يا عتب بن ربيع يا شيب بن ربيع يا أمية بن خلف أخذ يناديهم بأسمائهم هل وجدت ما وعدني ربي حقا والنصر والعزة فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا الذل والهوان والعذاب قال عمر وبعض الصحابة يا رسول الله تكلم أمواتا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إنهم يسمعونني سيهزم الجمع ويولون الذبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر والساعة أمواتا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن غنائم المشركين اخذوا سلبهم فاذا بهم يختلفون بعد هذا قال الذين قتلوا من قتلوا ان هذه الغنائم لنا فنحن الذين قتلنا وقال الذين جمعوا الغنائم بل لنا فنحن الذين جمعناها وقال الذين حرسوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل لنا فاننا قد حرسنا قائدنا ولم اختلفوا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزع الغنائم بالتساوي على كل الذين قاتلوا وشاركوا في المعركة هنا تحقق نصر الله عز وجل أما المشركون فقد فروا في الوديان وفي الشعاب لا يدرون إلى أين يذهبون ووصل بعضهم طريدا شريدا إلى مكة ومكة تنتظر الأخبار تنتظر من يبشرها بنصرها على محمد وأصحابه فلما قدم أولهم واسمه الحيسومان جمع المشركين وهم ينتظرون الأخبار المفرحة لكنهم رأوا في وجهه تغيرا وسودادا قالوا ما الخبر قال قتل عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش قتل أخوه شيبة بن ربيعة قتل أبو الحكم الذي يسمى أبو جهل قتل أمية بن خلف وأخذ يعدد سادات قريش فذهل الناس وخيم الصمت عليهم وكان صفوان بن أمية جالسا في الحجر فجاءه الخبر وعلم أن هذا الأمر حق أما أبو لهب الذي تخلف عن المعركة رجع بعد سويعات يقول غلام كتم إسلامه كان موجودا في مكة يعمل في بيت العباس عم النبي وزوجته أم الفضل وكلهم كانوا قد كتموا إسلامهم يقول أبو رافع غلام صغير يقول جاء أبو لهب وقد سمع بالخبر لكنه لم يصدق وعلاه الهم والغم فجلس وجلست عنده وراء ظهره يقول أسمع الأخبار يقول فجأة قيل في الناس هذا أبو سفيان قد وصل هذا أبو سفيان قد وصل قال أبو لهب عنده الخبر الحقيقي الخبر عند أبي سفيان هلم به إلي فجيء بأبي سفيان ووقف عند أبي لهب فقال أبو لهب ما الخبر يا أبا سفيان أخبرنا ما الذي حصل قال والله ما إن لقينا القوم إلا منحناهم أكتافنا يقتلون فينا ما شاء قال ماذا تقول قال قتلوا ساداتنا ولم يبقوا أحدا منا قال كيف وهم أقل منكم عددا قال رأينا قوما على خيل بيض يقاتلوننا من السماء قوم على خيل ومعهم رماح وسيوف يقاتلوننا من السماء يقول أبو لهب أبصر ما تقول يا أبا سفيان يقول أبو رافع فقلت والله إنها الملائكة تقاتل مع المؤمنين يقول فنظر إلي أبو لهب وصف عني يقول ثم سقطت على الأرض ثم بارك علي وأخذ يضربني وأنا غلام صغير ضعيف يضربني ويضربني حتى جاءت أم الفضل زوجة العباس يقول فأخذت عمودا عصى كبيرة ثم ضربت به أبا لهب فشجت رأسه وقالت أتفعل هذا لما غاب سيده يقول أبو رافع ما هي إلا سبعة أيام ثم أهلك الله عز وجل أبا لهب قض على أهل مكة إن كسرت شوكتهم سمعت العرب بهزيمتهم وعزة أهل الإيمان ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل موسيقى في المدينة كان المسلمون ينتظرون أخبار المعركة أما المنافقون واليهود فكانوا يرجفون في المدينة ويشيعون فيها أن محمدا قد قتل وأن المسلمين قد هزموا وفي تلك الفترة توفيت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم التي أمر زوجها عثمان أمره النبي أن يجلس عندها وهم على هذه الحال أرسل النبي إلى المدينة رسولين ليبشر المسلمين بخبر النصر هما زيد بن حارث على ناقة النبي القصوى وعبد الله بن رواحة فلما أقبل على المدينة رأى المنافقون ناقة النبي عليها زيد بن حارثة فقال أنظروا إلى ناقة محمد عليها زيد بن حارثة قتل محمد قتل محمد وهذا زيد قد جاء بناقة محمد فحزن المسلمون أن نبيهم قد قتل فلما وصل زيد بن حارثة ووصل عبد الله بن رواحة إلى المدينة فإذا بهما يزفان الخبر خبر النصر على المسلمين وإذا بصيحات التكبير الله أكبر الله أكبر العزة لله ولرسوله ويومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ها هي أخبار النصر تقبر إلى المدينة وما زاد هذا الخبر اليهود إلا حقدا وحسدا على الإسلام والمسلمين وإذا بالنبي بعد أن مكث في بدر ثلاثة أيام أمر الصحابة أن يذهبوا إلى المدينة معهم الأسارة وكبار المجرمين وهم في الطريق أمر النبي علي بن أبي طالب أن يضرب عنق النضر بن الحارث فقد كان من كبار المجرمين وكذلك أمر النبي علي أن يضرب عنق عقبة ابن أبي معيط ذلك الرجل الذي رمى سل الجزور على ظهر النبي وذلك الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحقق وعد الله سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر لما أقبل المسلمون على المدينة خرجت وفود التهنئة تهنئهم الله أكبر الله أكبر العزة لله ولرسول الله حتى قال أحد الصحابة اسمه سلم بن سلامة قال علامة تهنئوننا والله ما لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقة فنحرناها فابتسم النبي وقال يا ابن أخي أولئك القوم أولئك الملأ أي أنهم كبار الناس وفناديد قريش وأقبل المسلمون على المدينة في هذه اللحظة تظاهر عبد الله بن أبي بن سلول بدخوله في الإسلام لأول مرة يكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرى ماذا يصنع بهم هل يمن عليهم أو يفديهم أو يقتلهم لم ينزل في هذا الأمر حكم فلهذا استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أما أبو بكر فاقترح أن يكون حكمهم الفداء يعطوا مقابل عدق رقابهم أموالا أو أشياء ثمينة أو خدمة أما عمر بن الخطاب فكان رأيه مخالف كان رأيه أن يقتلوا جميعا فتهابهم العرب ويعرف الناس الإسلام وقوته فلا يقترب منهم أحد من الناس فمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأيه من أبي بكر الصديق وفد الناس يقول عمر وفي الصباح غدوت فرأيت النبي وأبا بكر يبكيان يقول فقلت لهما ما الذي يبكيكما أخبراني لعلي أبكي معكما فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب أن العذاب عرض عليهم أدنى من هذه الشجرة بسبب فداء المشركين والأسرى وعاتب الله نبيه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يذخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وجلس النبي يبكي وأبو بكر يبكي هيبة من الله جل وعلا لكن الحكم نفد ولكن أمر النبي وقع والفداء لا بد أن يتم بدأ الناس يفدون أنفسهم بأربعة آلاف بثلاثة آلاف وبعضهم كان يعرف القراءة والكتابة فكان فداؤه أن يعلم أبناء الصحابة القراءة والكتابة لحرص النبي على العلم والتعليم وأرسلت زيند زوجة أبي العاص قلادة تفدي زوجها فلما رآها النبي دمعت عيناه لأن القلادة كانت عند من عند خديجة فتذكر خديجة رضي الله عنها وقال للصحابة إن شئتم رددتوا القلادة على زيند وأرجعت لها زوجها فرضي الصحابة لكن اشترط على أبي العاص أن يرسل زينب إلى المدينة ففعل وهكذا فدى النبي الأسرى في أول معركة له في تاريخ الإسلام والمسلمين لكنه فداء بعزة وبقوة فأصابهم في القليب فأصابهم الهم والغم فإذا بعمير بن وهم الذي كان له ابن أسير عند رسول الله يقول لصفوان لو لا دين علي وعيال أخاف العيلة عليهم لذهبت إلى محمد فقتلته فقال صفوان أما دينك فعلي أنا أقضيه وأما عيالك مع عيالي أنا أواسيهم فذهب عمير بن وهب إلى بيته وشحذ سيفه وسممه وانطلق راكبا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع وقد تجهز لقتل الرسول فلما وصل إلى المدينة ودخل عند المسجد رآه عمر بن الخطاب قال هذا عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا شر إلا لشر فأمسكه عمر ودخل إلى النبي يقول عدو الله عمير بن وهب جاء معه سيفه فقال النبي لعمر أدخله يا عمر فأوصى عمر بعض الأنصار أن يكونوا عند رسول الله يحمونه إذا أراد عمير شرا فدخل عمر ماسكا بعمير بن وهب من حمالة سيفه في عنقه فقال النبي لعمر أرسله يا عمر أرسله يا عمر تركه يا عمر فدخل عمير فقال أنعم صباحا فقال النبي قد علمنا الله تحية خيرا منها السلام تحية أهل الجنة ثم سأله النبي فقال ماذا تفعل بسيفك يا عمير قال وما تغني عنا سيوفنا وما صنعت لنا في بدر يا محمد ثم سأله النبي فقال ما الذي جاء بك يا عمير قال جئت من أجل ابني أن تحسن إليه وتجمل فيه فقال النبي له أو ذاك يعني فقط هذا قال نعم قال لا بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر عند الكعبح تتذاكراني قتلاكم في بدر والقليب ثم قلت لولا دين علي وعيال لذهبت إلى محمد فقتلته فتحمل ذاك عنك صفوان فلما سمع الخبر عمير بن وهب قال أشهد إنك رسول الله والله ما علم أحد بهذا إلا أنا وصفوان كنا نكذبك بخبر السماء أما الآن فلا أكذبك بشيء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم أمر النبي أصحابه أن يعلموه الدين جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه ورجع مع ابنه إلى مكة يدعوهم إلى الله عز وجل جاء ليقتل النبي فرجع يدعو إلى النبي وإلى الإسلام هكذا يمكر الله لنبيه بمن أراد به مكرا بنو قينقاع أخبثوا يهود يجاورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوا ما حصل في بدر وكيف نصر الله نبيه زادوا غيظا وحنقا على رسول الله عندهم رجل اسمه شاس ابن قيس رجل كبير بالسن خبيث يحمل الحقد على رسول الله وأصحابه هذا الرجل أرسل شابا يجلس بين الأنصار وأوصاه أن يذكرهم بحروبهم القديمة وبيوم اسمه يوم بعاث وهكذا طبيعة اليهود تثير الفتن بين المؤمنين وقاعدتهم الشهيرة فرق تسد فإذا بالشاب يجلس بين الأنصار بين الأوس وبين الخزرج يقول شعرا أيام حروبهم ويذكرهم بتلك الأيام فتكلم الأوس وتكلم الخزرج ورد بعضهم على بعض وثارت الحميح فإذا بهم يتذكرون تلك الأيام فقال أحدهم للآخر إن شئتم أرجعناها جذعة يعني مرة أخرى فإذا بهم يتواعدون في منطقة وثاروا إلى السلاح الأوس والخزرج نعم الأوس والخزرج فعل من؟ بن قي نقاع فسمع النبي بهذا أنهم يريدون القتال فجاء بينهم قال يا معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أبعد أن من الله عليكم بالإسلام وألف بين قلوبكم أبي دعوة الجاهلية هكذا كان يصنع بن قي نقاع قلوبهم الخبيثة تدس بين المؤمنين السم لما رأوا نصر الله عز وجل في بدر قالوا يا محمد لا يغرنك أنك قاتلت أغراراً لا يعرفون القتال لإن قاتلتنا لتعرفن أن نحن الناس كأنهم يهددون بالقتال فقال لهم النبي أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصابهم وأنزل الرب عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة أي في بدر رأيتم ما حصل رأيتم كيف أيد الله عز وجل عباده ولكن أنا لبني قينقاع أن يفهمون انظروا ماذا صنعوا أيضاً بني قينقاع يعملون بالأسواق وعندهم سوق شهيرة يأتيهم الناس وكانوا يبيعون الذهب والصاغة وكانوا يصنعون السلاح ومعهم سبعمائة مقاتل جاءت امرأة يوم من الأيام تريد أن تشتري من صائغ فأرادوا كشف وجهها فأبد فحاولوا فرفضت امرأة عفيفة فجاء رجل من خلفها فربط ثيابها فلما قامت كشفت سوءتها فأخذوا يضحكون عليها ويتحرشون بها فقام رجل من المسلمين أخذته الغيرة فضرب الصائغ فقتله فثار اليهود على هذا الرجل فقتلوه مع أنه كان يحمي عرض هذه المرأة فبلغ النبي أو النبي الخبر فنادى أصحابه أن لا عهد بيننا وبين بني قينقاع قوم خبثاء لا عهد بيني وبينهم فخلف على المسلمين أبا لبابة وجعل اللواء لحمزة وسار إلى حصونهم فاحتموا بحصونهم أين مقاتلوكم أين رجالكم أين سلاحكم خافوا واختبأوا فحاصرهم النبي خمس عشرة ليلة وقذف الله في قلوبهم الرعب وبعد خمس عشرة ليلة استسلموا لرسول الله لم يستطيعوا أن يقاتلوا ولا يوما واحدا استسلموا كلهم وكتفهم النبي جميعا فلما أراد أن ينزل فيهم الحكم تدخل من؟ عبد الله بن أبي ابن سلول قال تريد أن تقتل موالي أربعمائة رجل مسلح وثلاثمائة دارع أي بالدروع تقتلهم في غدات واحدة قال إني أخشى الدوائر اتركهم لي يا رسول الله اعفوا عنهم والنبي يلتفت عنه ويصد وعبد الله بن أبي للتو أسلم ما مضى عليه شهر حتى قبل النبي شفاعته رجاء أن يحسن إسلامه ثم عفى عنهم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فخرجوا جميعا أجلاهم الرسول بن قينقاع إلى منطقة بالشام اسمها أذرعات وهلك أكثرهم كعب ابن الأشرف رجل من أخبث يهود على رسول الله وعلى المسلمين كان يكثر الشعرة ويعرف الشعرة ويسب المسلمين في شعره ويحرض الناس عليهم لما سمع بانتصار المسلمين في بدر زاد حقده على المسلمين وقال عن قريش هم ملوك العرب وساداتها فلئن وقع ما وقع لبطن الأرض خير من ظهرها ثم ذهب إلى مكة يثيرهم ويذكرهم بقتلاهم ويحرضهم على الانتقام من المسلمين لقد آذى الله ورسوله حتى نساء المسلمين لم يسلمن منه ومن شعره قام النبي يوما بين أصحابه فقال من لكعبي ابن الأشرف فقال محمد ابن مسلمة قال أنا له يا رسول الله أتأذن لي في قتله قال النبي نعم قال وأن أقول شيئا أتكلم فيه قال نعم فإذا بكعبي محمد ابن مسلمة يقوم وتقوم معه مفرزة من المسلمين فرسان قاموا معه منهم عباد بن بشر ومنهم رجل يقال له أبو نائلة قاموا مع محمد بن مسلمة يريدون قتل كعبي ابن الأشرف وكان محمد ذكيا جاء لكعبي ابن الأشرف فقال له يا كعب إن صاحبنا قد أثقل علينا بالصدقات يبين له كأنه متثاقل ومتأفف من شرائع الإسلام خدعة ثم قال له والحرب خدعة قال له ما رأيك لو تقرضنا وسقا أو وسقين فقال كعب بن الأشرف وترهنوني نساءكم قالوا نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال إذن أرهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيقال يوما ويعيرون قد رهنوا بوسق أو وسقين قال فما ترهنوني قالوا نرهنك أسلحتنا فقبل الرجل وجاءه أبناء فقال له قريبا مما قال محمد بن مسلم فكأنه وثق بأبي نائلة ووثق بمحمد بن مسلم حتى جاءت ساعة الصفر في ليلة مقبرة في ليلة ودع النبي فيها هذه المفرزة فهم يذهبون إلى رجل متحص إلى رجل سيد مسادات يهود إلى رجل متدرع بالأسلحة والحراس وغيرها بل يجلس في حصن من الحصون فودعهم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وشيعهم عند بقيع الغرقد ثم قال لهم انطلقوا بسم الله واستعينوا بالله ثم لما ذهبت هذه المفرزة جلس النبي طوال الليل يصلي ويدعو الله عز وجل لهم وصلت هذه المجموعة إلى حصن كعب بن الأشرف فصاح أبو نائلة بأعلى صوته يا كعب بن الأشرف يا كعب بن الأشرف قال من قال أنا أبو نائلة قالت زوجته ويحك ماذا تريد أن تفعل قال أذهب إليه قالت زوجته أسمع صوتا يقتل منه الدم فقال لا عليك إنه صاحبي أبو نائلة ومعه صاحبي محمد بن مسلم وثق فيهم الآن كعب بن الأشرف فنزل إلى المفرزة وقال لهم قبلها أبو نائلة قال لا تقتربوا منه حتى أتمكن من رأسه فلما مشى معهم في تلك الليلة المظلمة المقمرة حتى ابتعدوا عن الحصن شيئا ودخلوا طريقا لا أحد يمشي فيه قال أبو نائلة لكعب بن الأشرف قال ما أجمل رائحتك قال نعم إنه من أعطر العطر قال أتأذن لي أن أشمه قال نعم فأدخل يده في رأسه ثم شمه وقال ما أجمل هذه الرائحة ثم لما مشى فترة من الزمن قال أتأذن لي أن أشمه مرة أخرى قال نعم فوضع يده وشمه فلما كانت الثالثة مسك رأسه وصرخ بالمفرزة فقاموا إليه يضربونه ضربا سرع الرجل وقطعوا رأسه عدو الله ورسوله فصاح صيحة قبل أن يقتل سمعته كل حصون يهود وأشعل النيران ثم أسرعوا به وقد جرح أحد الصحابة من صاحبه من أخيه فأسرعوا إلى رسول الله والنبي ينتظرهم فرآهم من بعيد يكبرون الله أكبر الله أكبر فلما سمع النبي تكبيرهم كبر معهم وقال الله أكبر أفلحت الوجوه الله أكبر أفلحت الوجوه قالوا ووجهك يا رسول الله فنظر النبي إلى جرح الرجل ذلك الصحابي الذي جرح فدعا له ومسح بيده فبرئت كأن لم يكن به شيء وبعدها سمعت يهود بالخبر وعلمت أنه كل من يؤذي الله ورسوله سيكون له مثل هذا المصير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أما قريش فقد كانت تتألم وتحترق غيظا على قتلاها في بدر حتى أنها منعت أنفسها من البكاء حتى يزداد الألم وتشعر برغبتها بالسأل والانتقام أكثر من كان يحرك الناس عكريمة ابن أبي جهل فقد قتل أبوه وصفوان ابن أمية فقد قتل أبوه وأخوه وكذلك أبو سفيان بن حرب وغيرهم من المشركين كان يؤججون الناس للثأري من قتلاهم في بدر بل حجزوا العير التي فلتت في وقت بدر وكانت بقيادة أبي سفيان حجزوا هذه العير للإنفاق بها في قتال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وكانت هذه القافلة وهذه العير فيها حمل ألف بعير وخمسون ألف دينار أنفقوها كلها للتجهيز بجيش ليقاتلوا بهم نبي وأصحابه وأنزل الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وأرسلوا الشعراء في القبائل يحرضوهم على القتال وعلى الأخذ بالثأر الشعراء وكانت الشعراء في العرب تفعل أفعالها فاجتمع في مكة ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل كلهم يريدون قتال النبي وأصحابه يملأهم الغيظ والحقد وطلبوا الانتقام وجاءوا بثلاثة آلاف بعير محملة كلها للذهاب معهم ومئتا فارس وسبعمائة درع كل هذا الجيش العرم رملمان في قتال محمد وأصحابه وفعلا سار هذا الجيش الكبير بقيادة أبي سفيان بن حرب وكان يقود الفرسان خالد بن الوليد ومعه عكلمة بن أبي جهل سار الجيش إلى المدينة لقتال محمد وأصحابه من علم بالخبر ومن أرسل الخبر عم النبي العباس وكان قد كتم إسلامه كتب رسالة وأعطاها لرجل ليسرع بها إلى الرسول يحذره أن جيش مكة قد خرج وهذا تعداده وقوامه دخل المرسال وجد النبي في مسجد قباء أسرع إليه برسالة عمه العباس بن عبد المطلب وصل المرسال إلى المدينة الذي أرسله العباس يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنية قريش وعزمها على محاربة النبي وأصحابه جمع النبي بعض الصحابة وأخبرهم بالأمر فباتت المدينة في حالة استنفار عام جاءت كتيبة تحمي النبي وتحرسه كل ليلة فيهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أو سيد بن حضير وبعض أصحابه يحرسون النبي كل ليلة خرجت دوريات تستكشف الطريقة وتأتي بأخبار قريش الطوارئ عامة في مكة كلها الناس مستعدون لا يبيتون إلا في سلاحهم ينتظرون الأخبار جيش مكة يقترب شيئا فشيئا من المدينة حتى وصل إلى الأبواء المكان الذي ماتت فيه أم النبي آمنة فلما علمت بذلك هند زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة أرادت أن تنبش قبر أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنعها سادة قريش حتى لا تتخذ عادة عند العرب اقترب جيش مكة حتى وصل بالقرب من جبل أحد وعسكر هناك فجاءت العيون والأخبار تخبر النبي بهذا بمعسكر قريش فجمع النبي مجلسا استشاريا جمع فيه بعض أصحابه يستشيرهم ماذا يفعل قال لهم إني قد رأيت رؤيا رأيت بقرا يذبح ورأيت ثلمة في سيفي ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة قالوا بما أولته يا رسول الله قال أما البقر الذي يذبح فنفر من أصحابي يذبحون وأما الثلمة في سيفي فأحد أصحابي من أهل بيتي سيصاب قالوا والدرع الحصينة قال هي المدينة فأشار عليهم النبي أن لا يخرجوا من المدينة أن يبقوا فيها ويحموا أنفسهم ويقاتلوا أعداءهم فقام الذين تخلفوا عن بدر فاتهم حظهم في بدر قالوا يا رسول الله كنا نتمنى ونرجو الله موقعة مثل هذه أفنتخلف عنها الآن والله لنخرجن إليهم وجاء حمزة رضي الله عنه أيضا فقال يا رسول الله لنخرجن إليهم ونجالدهم بصيوفنا ونقتلهم يا رسول الله فقام الكثيرون يريدون الخروج للمشركين فتنازل النبي لرأيهم وصل بهم الجمعة فوعظ الناس وشجعهم للجهاد في صلاة العصر تجمع المجاهدون كلهم مستعدون للقتال فدخل النبي إلى بيته وتجهز ولبس درعه فلما خرج جاء الأنصار يعتذرون من الرسول بأنهم اقتنعوا برأيه أن يمكثوا في المدينة قال ما كان لنبي إذا لبيس لامته يعني درعه أن يضعها حتى يحكم الله بيننا قسم الجيش إلى ثلاث المهاجرون لواءهم عند مصعب بن عمير الأوس عند أسيد بن حضير الخزرج عند الحباب ابن المنذر وانطلق جيش الإسلام لا يريد إلا الله والدار الآخرة ترجمة نانسي قنقر وانطلق الجيش الإسلامي قوامه ألف مقاتل مسلحون مدرعون يريدون الجهاد في سبيل الله جاء شباب صغار يريدون أن يجيزهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة فلم يجزهم لصغر سنهم إلا أن رافع بن خديج وسمر بن جندب وكان صاحبين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يذهب للجهاد معه فلم يأذن النبي لهما فقال رافع يا رسول الله إني رام ماهر أستطيع أن أرمي بسهمي فأصيب فإذا بالنبي يختبره فرآه راميا ماهرا فأجازه فجاء سمرة قال وأنا يا رسول الله قال هو رام قال سمرة لكنني أصرعه فإذا بالنبي يختبرهما فرآ سمرة قوي الجسم جلدا مستعدا للقتال فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك فأجاز اثنين من أصغر المجاهدين في سبيل الله وانطلق الجيش ألف مقاتل وهو في الطريق يسير رأى كتيبة مسلحة تريد أن تنضم لجيش المسلمين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء قالوا إنهم من يهود من حلفاء الخزرج يريدون أن يقاتلوا معهم فقال النبي للصحابة وهل أسلموا قال الصحابة لا يا رسول الله قال فإن الله غني عنهم إنا لا نستعين بمشرك إنا لا نستعين بمشرك أي حتى يسلموا وحتى يدخلوا في الدين فاعتذر الصحابة منهم أراد النبي ثلة مؤمنة خالصة فقط هي التي تقاتل معه في سبيل الله عز وجل وانطلق الجيش واقترب من جيش أهل مكة وهنا في الطريق بدأ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بدأ يثير الشكفين الصفوف بدأ يثبت الهمم بدأ يقنع أصحابه بالانسحاب فإذا به يقول للنبي إني راجع ومعي من سيرجع فإذا بثلث الجيش كله يقرر الانسحاب ثلاثمائة بقاتل مع رأس النفاق ينسحبون من الجيش والثلث كثير أي خوار فيهم إنه النفاق إذا تأصل بالقلب حتى طائفتان طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج لما رأتا هذا الذي حصل كادت أن تنسحب مع المنافقين لو لأن الله ثبتهما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله عز وجل يثبتهم فإذا بالجيش يبقى فيه سبعمائة مقاتل من ألف مقاتل الأمر صعب ويتقدم الجيش الإسلامي فمر على حائط لأحد المنافقين وعبد الله بن أبي يحرض المنافقين على الانسحاب وفعلا ينقسم الجيش ويمر الجيش على حائط للمنافقين في نفس الوقت حتى أن هذا المنافق الذي مر على حائطه رماهم بالتراب وقال لا أحل لكم أن تدخلوا حائطي المنافقون رفعوا رؤوسهم فقال الصحابة يا رسول الله أنضرب عنقه أنقتله قال دعوه دعوه فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة أما عبد الله بن حرام رضي الله عنه فلحق جيش المنافقين لحق عبد الله بن أبي بن سلول تبعه وهو يصرخ عليه يقول يا عبد الله ماذا تصنع أيها الناس ماذا تفعلون تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو على الأقل ادفعوا عننا وعبد الله ابن أبي بن سلول يقول لعبد الله بن حرام يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكن ندري لن يحصل هناك قتال فقط أراد عذراً أراد عذراً ليتهرب من القتال لما رأى الموت بعينه وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وإذا بجيش الإسلام يصفى المرافقون انسحبوا كلهم بقي سبعمئة لكنهم من الخلص لما وصل النبي إلى منطقة عند جبل أحد وزع الجيش وعبأه وجهزه جاء لخمسين من الرما جعلهم على جبل عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم إياكم أن تغادروا مكانكم لا تبرحوا مكانكم مهما حصل لو رأيتمون تتخطفنا الطير يعني نموت ونتقطع لا تبرحوا مكانكم لو رأيتمون هزمناهم وهربوا وغنمناهم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وحذرهم النبي من هذا أن يغادروا هذا الجبل لأنه يحمي ظهور المسلمين ثم جاء إلى الجيش وقسمهم الميمنة عليهم المنذر بن عمر والميسرة عليهم الزبير بن العوام وجعل أشجع الناس في المقدمة ليحموا المسلمين فقد كان المسلمون الرجل منهم عن ألف رجل العدد أقل من المشركين نعم والسلاح أقل والعدة أقل لكن الإيمان أكبر بكثير وهكذا جهز النبي جيشه لقتال المشركين حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيئ الرجال أمر الرومات أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال إلتقى الجيشان والنصر وبدى مثل بدر الليل ساعة قبل بداية المعركة شجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة للقتال ثم أخرج سيفا صارما مسلولا وقال لأصحابه من يأخذ هذا السيف فقال الصحابة نحن نأخذه فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فتراجع القوم ولم يبق إلا كبارهم كعلي وعمر والزبير أبطالهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه فقام أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله ما حق هذا السيف قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني أي ينحني هذا السيف فقال أبو دجانة أنا أخذه يا رسول الله فأعطاه النبي لأبي دجانة فربط على رأسه عصابة حمراء وأخذ يمشي متبخترا بين الصفوف يحمل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمشي متبخترا فلما رآه النبي قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع أما على الطرف الثاني أما على الجهة الأخرى فكان أبو سفيان ابن حرب يعبئ الجيش وهو القائد العام للمعركة جعل على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل وعلى المشاة صفوان بن أمية والغريب أن هؤلاء الأربع كلهم أسلموا بعد فترة من الزمن عبأ الجيش وأعطى كل واحد اللواءه وكتيبته ثم قام أبو سفيان يفت في صفوف المسلمين فقال أيها الناس أيها الناس يخاطب الأنصار قال خلوا بيننا وبين بني عمنا فإننا لا نريدكم يريد أن يفرق الصفة فرد عليه الأنصار ردا أسكتوه به فقام أبو عامر الفاسق كان من الأوس فالتحق بالمشركين فذهب إلى قومه قال يا معشر الأوس يا معشر الأوس أنا أبو عامر وكان مطاعا فيهم قالوا لا أنعم الله بك قبحك الله من عين يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعد شر ثم التحق بالمشركين حاولوا أن يفتوا عضد المسلمين لكنهم لم يستطيعوا تعبأ جيش المشركين قوام ثلاثة آلاف مقاتل واقتربت المعركة وسيبدأ القتال الآن وكل الفريقين يريد أن ينتصر لكن الله عز وجل مع المؤمنين كالنور في جنح الضلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يطيء دروبه وكأنه بدر السماء